ترجمة نانسي قنقر ورافع شعار يقول فيه من حقي ومن حقي غيري أن يعيش حرا مستقلا ولكن المستعمر رد عليها بشعار آخر يقول فيه من حقي غيري أن يموت وكان الثمن باهظ وستجهد خمسين ألف شهيد هنا الشعب فهم ممليح الدرس وأن الحق يأخذ ولا يعطى نعم الحق يأخذ ولا يعطى الكل منا يتشدق ويشيد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ماذا استفدنا حقيقة من هذا الإعلان المشؤوم؟ لماذا لم يمنع هذا الإعلان احتلال فلسطين وانتهاك حرمة المسجد الأقصى منذ عام 1948؟ لماذا لم يمنع حقيقة العدوان الثلاثية على مصر عام 1956؟ لماذا لم يمنع احتلال العراق عام 2003؟ لماذا لم يمنع كذلك الجرائم في سوماليا والبوسنة والهرسك؟ لماذا لم يمنع حرق العزل في بورما؟ حقيقة فالحق يأخذ ولا يعطى هذا شعار أجدد من الثوار وهذا إعلان شعب أراد الحياة أو كما قال الشاب يوما إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد يستجيب القدر من حق غيري أن يعيش بلا نكد أن يعيش حر المعتقد أن يتكلم وأن يعبر إلى أقصى حد من حق غيري أن يعيش حر البلد وأن لا يستعبد فمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ليس من حق غيري أن يحلم فقط ولكن أن يحقق الحلم بالعمل والأمل وتهت مرة أخرى على باب التاريخ لأرى مشهد ذلك الأستاذ الذي اتخذ من أنقاض المدينة مقاعد لتلاميذه ليجلس عليها ومن حطام المدينة كشاكيلة ليدرس عليها ويكتب عليها في رسالة واضحة إلى العالم نفادها من حق غيري أن يتعلم من حق غيري أن يتكلم من حق غيري أن يحلم وأن يحقق الحلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر